استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي تقريرا حول صناعة التعهيد في مصر وأوضح التقرير أن مصر تعد واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود كما أشار التقرير إلى أنه خلال العام المالي 2022-2023 بلغت القيمة المضافة للقطاع الخاص بتكنولوجيا المعلومات في مصر مائتين وخمسة وسبعين ونصف مليار جنيه مقارنة بمائتين وتسعة ونصف مليار جنيه للعام المالي 2021-2022 بنسبة نمو تصل إلى واحد وثلاثين ونصف بالمئة